مبدئياً هل إحنا محتاجين لتطوير الخطاب الثقافي في مصر؟ خلينا نتكلم عن علاقة الثقافة بالإنسان دي خطوة أولى وبعدين نتكلم إلى الخطاب الثقافي هو السؤال هل الثقافة اللي أنتجت الإنسان ولا الإنسان اللي أنتج الثقافة؟ طبيعي الإنسان أنتج الثقافة ثم أصبح منتجاً لها يعني هناك علاقة جدلية بين الثقافة والإنسان بشكل عام ومن المهم جداً أن الثقافة ليست لها ثوابت لأنها تتغير بتغيرات العصر يعني أصبح عندنا الآن في عصر اقتصاديات الإنتاج كانت ثقافة بتخدم على الإنتاج في عصر سيطرت الثقافة الرقمية وسيطرت الأيدولوجيات المختلفة سقطت سلطة المثقف الفرد لم يعد هناك مثقف فرد وإنما هناك ثقافة المجموعة وده اللي بتعيه الوزارة الثقافة الآن أنه لم يعد هناك مثقف واحد وإنما هناك مجموعة من المثقفين هناك ثقافة المجتمع هناك ثقافة الآخر هناك ثقافة تتحرك حتى على مستوى الشارع الحقيقة اللي هي العامة لقصورة الثقافة بتعمل على داب بهذا الوعي وكمان ده متعلق بمسألة بناء الإنسان وده دعوة الرئيس لبناء الإنسان خلينا نتكلم أولاً لماذا الرئيس دعا إلى حملة مليون صحة لأن دي الخطوة الأولى في بناء الإنسان صحياً هذا الكيان لازم يبنى بنيته تكون مظبوطة علشان يبقى قادر على إنتاج بشكل صحيح وبالتالي البنية الأولى دي محتاجة إلى بنيتين أخريتين بنية الوعي وبنية الجمال بنية الوعي متعلقة بالتعليم وبنية الجمال والتزوق متعلقة بالثقافة إذن هناك ثلاث مراحل بيتم بالتوازي في آن واحد الثقافة تعيدة كويس تطلق مبادرات يعني الدكتور عواض رئيس الهلعام الثقافة أطلق مبادرة مهمة جداً بالنسبة للأطفال وهي مبادرة إعادة تربية الأطفال بشكل ثقافي وعودة الجيل الأول وغرس الهوية والانتماء ليست الثقافة مسألة معرفة فقط وإنما الثقافة هي تغيير وعي وسلوك وبالتالي هناك الفنون في الهلعام بتنطلق هناك مواقع بتفتح هناك مراجعات فكرية لكل الكتب الآن دكتور عواض أطلق في كل مصر مراجعات فكرية لكل الكتب حتى نستطيع أن نضع أيدينا على ما يقدم للشباب حضرتك عارفة أن هناك كتب بتتسرب في النص كده يعني بتخدم اتجاه تطرف الفكري هناك مجموعة من الخطوات اللي بتأخذها العلاج من قصر الثقافة لتغيير الوعي منها مثلا إن إحنا السنة دي أطلقنا مطروح عاصمة مصر الثقافية نعم وبتشتغل عليها الوزارة ليه بالتحديد مطروح؟ لماذا مطروح؟ لأن مطروح محافظة حدودية وهي أمن قومي وبالتالي إحنا مهتمين جدا بدا على أساس أن إظهار التراث بتعمل طروح العمل على تنمية الوعي هناك العمل على تقوية الانتماء العمل على أن تكون هناك هوية واضحة يعني في هذه المناطق لأن المناطق الحدودية لها خصوصيتها على المستوى الثقافة الشعبية على المستوى الفكر على المستوى العلاقات الاجتماعية وبالتالي إحنا بنخدم فيما يشبه مسألة التماهي والدمج بين المجتمع الحضري وبين المجتمع الجنوبي أو المجتمع الحدودي إحنا بنعمل ده وبدأنا بالفعل إحنا عندنا يوم 11 أربعة انطلاق لصالون أول صالون ثقافي يعقد في مطروح ضيفه الدكتور علاء جانب حامل لقب أمير الشعراء وهناك صالون شهري ضيوفه مثلا الشيخ أسامة الأزهاري ومستشار رئيس الديني تكلم عن الوساطية الإسلامية التورمصاف الفقي النقيب الصحفيين الآن يعني بالإضافة إلى فعليات أخرى تعلق بمسألة المرأة ومسألة التطرف الفكري ومسرح الشاطئ بتقدم فيه فرق فنية يوميا وحاجات خاصة بالطفل وحاجات خاصة بزاولة احتاجاتها الخاصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر